السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وأتمنى لكم سنة جديدة مليئة بالنجاح في حياتكم الشخصية وكذلك في مسألتكم الدراسية إن شاء الله إذن يوم سنقوم بدرس في مادة الرياضيات الأعداد الكسرية الجمع وطرح إذن سنتعرف على الجمع عددين كسريين وكذلك طرح عددين كسريين إذن نبدأ بجمع عددين كسريين إذن لديكم هنا مثال إذن لدينا 4 على 5 زائد 2 على 6 إذن قبل أن نقوم بجمع هذين العددين أولا نلاحظ مقاميهما إذن لدينا 5 و 6 إذن هذا المقامين غير موحدين بالتالي سنقوم أولا بتحيد هذ المقامين إذن نلاحظ المقام الأكبر 6 ليس مضاعف 5 إذن 6 ليست من مضاعفة 5 بالتالي سنقوم بالقاعدة قاعدة توحيد المقامات إذن وذلك بضرب العدد الأول 4 على 5 في المقام العدد الثاني أي في 6 زائد العدد الثاني 2 على 6 سنضربه في مقام العدد الأول أي في 5 ثم نقوم بالحساب إذن تساوي 4 في 6 24 5 في 6 30 زائد 2 في 5 10 على 6 في 5 30 إذن كما تلاحظون الآن لدينا مقام موحد الذي هو 30 بالتالي يمكننا جمح البسطين إذن 24 زائد 10 تساوي 24 زائد 10 يساوي 34 على 30 إذن الآن يجب اختزال هذه النتيجة إذن نلاحظ لدينا هنا في الرقم الوحدة 4 وفي المقام الرقم الوحدة 0 بالتالي هذا العدد قابل القسم على إثنان إذن 34 مقسم على إثنان هي 17 30 مقسم على إثنان 15 وهذا العدد الذي حصلنا عليه فهو مختزل إذن نمر إلى المثال الثاني وسنستعمل فيه الأعداد العشرية إذن لدينا 0.6 على 7.2 على زائد عفوا 1.2 على 0.08 8 إذن أول شيء أن أقوم به هو إزالة الفواصل إذن كيف سأوزل الفاصلة إذن لدينا 0.6 على 7.2 إذن سأضرب في كم سأضرب هنا البسط في عشرة لأن لدي رقم 1 بعد الفاصلة كذلك المقام رقم 1 عفوا بعد الفاصلة إذن أيضا سأضرب في عشرة زائد العدد الثاني العدد الثاني لدينا 1.2 في البسط وال 0.08 في المقام إذن سنضرب في كم إذن سنضرب البسط في عشرة لدينا رقم 1 بعد الفاصلة والبسط سنضرب في 100 إذن رقمين بعد الفاصلة إذن سأضيف سفرين لكن كما تلاحظون هنا هل يمكن أن أضرب البسط في عشرة والمقام في 100 لا يمكن نهائيا إذن لأن دائما أضرب في نفس العدد بالتالي البسط أيضا سأضرب في 100 جيد إذن فقط سنقوم الآن بالحسال إذن هنا لدينا 3.6 في 10 6 7.8 في 10 72 زائد 1.2 في 100 يعطي 120 سأضرب 0.8 في 100 يعطي 8 جيد إذن الآن سنقوم بتوحيد المقامات إذن دائما نلاحظ المقامات إذن لدينا هنا في المقام الأول 72 في المقام الثاني لدينا 8 هل هناك علقة بين 8 و 72 إذن هل 72 من مضاعفة 8 نعم لماذا لأن لدينا في جدول 8 9 يساوي 78 70 بالتالي يمكن أن أحتفظ بالعدد الأول 6 على 72 وأضرب العدد الثاني في 9 لماذا كيف أحصل على 8 في 9 في البسط إذن زائد 120 في 8 على 8 في 9 إذن سأضرب في 9 البسط في 9 والمقام في 9 ثم أقوم بالحساب الآن تساوي 6 على 72 70 زائد 120 ضرب 9 يعطينا 1080 8 في 9 يعطينا 72 إذن الآن أقوم فقط بجمع عدد البسطين إذن 6 زائد 1080 على 72 إذن هنا سأضيف 6 في الوحدات إذن 6 18 إذن 1086 على 72 إذن الآن سأختزل إذن سأقوم الآن بالاختزال إذن بكم سأختزل إذا لحظتم لدينا هنا 6 في الوحدات و2 هنا في الوحدات إذن سنختزل ب2 إذن سأقسم البسط في 2 10 و6 و8 قسمة 2 يعطينا 543 و7 مقسم على 2 يعطينا 36 إذن هذا العدد لازال يقبل القسمة على ماذا إذن سنأخذ 3 زائد 6 يعطينا 9 و5 زائد 4 زائد 3 يعطينا 12 إذا لحظتم 12 9 من مضاعفات 3 بالتالي سأقسم على 3 إذن 543 قسمة 3 يعطينا 181 86 و36 مقسم على 3 يعطينا 12 إذن وهذا العدد الآن الذي حصلنا عليه مختزل إذن نمر الآن إلى فرق عددين كسريين إذن إذن لدينا هذا المثال الذي سنقوم به نفس القواعد إذن فقط نغير إشارة زائد بنقص 27 على 2 نقص 18 على 9 إذن أول شيء نقوم به دائما هو توحيد المقامات إذن سأضرب العدد الأول 27 على 2 سأضربه في المقام العدد الثاني أي في 9 نقص العدد الثاني 18 على 9 سأضربه في مقام الثاني أي في مقام عفوا الأول أي 2 إذن الآن سأقوم بالحساب 27 في 9 يعطي 243 2 في 9 يعطي 18 نقص 18 في 2 يعطي 36 على 9 في 2 18 إذن لدي نفس المقام إذن يمكنني طرح البسطين إذن 234 ناقد 36 عفوا على 18 الذي يعطيني كم 234 ناقد 36 يعطيني 207 على 18 إذن ونتأكد من العدد هل هو مختلف إذن كما تلاحظون هنا سأقوم بجمع أرقام الأعداد لذن البسط إذن 2 زائد 0 زائد 7 يعطينا 9 و 1 زائد 8 يعطينا 9 إذن 9 و 9 بالمضاعف 9 بالتالي يمكن أن أختزل 9 إذن 107 مقسم على 9 يعطيني 23 18 مقسم على 9 يعطيني 2 إذن فأحصل على 23 على 2 إذن ننتقل الآن إلى المثال الثاني والذي يرتوي على الفاصلة إذن لدينا 31 على 2 31 عفوا فاصلة 2 على 9 ناقض 0.7 على 0.3 إذن ماذا سنفعل أولا سنتخلص من الفواصل إذن 1 و3 فاصلة 2 على 9 إذن سأضرب في كم دائما نضرب البسط والمقام إذن لدي رقم 1 بعد الفاصلة إذن سأضرب في 10 في نفس الوقت سأضرب البسط المقام في 10 ز ناقص عفوا ناقص 0.7 على 0.3 مضروبة في كم لدينا رقم 1 بعد الفاصلة إذن في لقام رقم 1 بعد الفاصلة إذن أضرب أيضا في 10 ثم أقوم بحساب الجده إذن 31 في 1 و3 فاصلة 2 في 10 يعطينا 312 على 90 ناقص 1 فاصلة 7 في 10 هو 7 على 3 فاصلة 3 في 10 هو 3 إذن آن تخلصت من فواصل بالتالي يمكن أن أقوم بتوحيد المقام إذن كما تلاحظون أيضا نأخذ المقام الأول 90 والمقام الثاني 3 هل هناك علاقة بين 3 و 90 نعم إذن لماذا؟ لأن 3 في 30 يعطينا 90 إذن يمكن أن أحتفظ بالعدد الأول 312 على 90 ناقص ناقص ماذا؟ نفس العدد إذن 7 على 3 أضربها في كم؟ في 30 كي أحصل على 90 في المقام إذن 7 في 30 على 3 في 30 يساوي إذن نفس العدد الأول ناقص 7 في 30 يعطينا 110 على 3 في 30 يعطينا 90 إذن أن يمكن بكل بسطة أن أقوم بفرق البسطين إذن 312 ناقص 110 على 90 الذي يساوي 110 على 90 إذن أقوم بالاختزال كما تلاحظون بكل بسطة لدينا صفر في وحدة البسط وصفر في وحدة المقام بالتالي يمكن قسمة على 10 فأحصل على 11 على 9 و11 على 9 عدد مختزل إذن هنا نكون قد أنهينا حصة اليوم ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله الذي سنقوم فيه بجداء وقسمة الأعداد الكسرية ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله ولا تنسوا أيضا الإعجاب للفيديو ونتقي في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر